يورجين كلاب بالتالي الأمور بالنسبة لليفربول بيبتعد عن الصدارة وعن الحفاظ على لقبه بالنسبة للدوري الممتاز الإنجليزي في هذا الموسم الكاتبراين خسارة 3 مواتشات متتالية بداية من برايتون 1-0 ثم منشستر سيتي 4-1 والنهاردة أو مبارح نقاسف 3-1 أمام لستر سيتي يعني فكرة الهزيمة أو بالنسبة لليفربول مع مدرب كان عامل فريق جيد حتى الآن أو لغاية دلاتي هم هم ما حدش تغير كتير شايف إن ليفربول راح على فين واللي خلينا مبسوطين مثلا مبارح وهدف صلاح لكن القسارة دي اللي بتزعله بصوا طبعا أكيد يعني في العموم يعني بصوا الدوري المجيزي يعني أنا شايف النقط في العموم مش بعيدة بس برضو قد بالك يعني ده ليفربول السنة دي مش مطابق من خلص من بداية الموسم يعني نتائجه كبير النتائج بينه من البداية ونفس حتى القوة والحمس اللي كان متواجد في اللعيبة كان في الموسم الماضي الروح اللي كانت موجودة ما بيتش موجودة السنة فكل ده شي بيأثر يعني وحرس المرمى صراحة بس بداية أوه أه لا ده مش ممكن ده بصراحة يعني ده يعني ده لو بايع الماتشات يعني بالله بجد يعني أنا ابتديت أحسنه هو بيباع الماتشات بجد يعني ماتش منشستر سيتي تقريبا الأربع أهداف كلها منهم لا في جنين لا في جوليل جوليل جوم كده من الده هو بيبصل المهاجم يعني شي ومبارح برضو نفس الخطأ بتاعه يعني أنا مش هحف طالع ليه بكلم جد يعني أهل السنة لا طالع ليه يعني الكرة أولا المدافع مشارك والمسافة بعيدة يعني مش الكرة اللي تقال عليها الخطرة يعني فهو طالع وطالع بعشوئية بدون كلام ولا حتى تنبيه أنه هو طالع في الآخر حتى ألا شيء يتقمدها للمهاجم راحة تغون يعني فالموضوع بجد غريب جدا أنا وواحد من الناس عادة موجود فان دايك برضو مؤثر بريم على أكيد طبعا مخد بالك لأنه هو من العناصر الأساسية ومن اللعبة المهمة بس برضو فريق بحجم الليفربول يعني وبالإمكانات اللي عنده مفهود أن أي لعب حتى لو بيعد ما يتأثرش به لأنه أنت برضو ما شاء الله عندهم إمكانات عالية عندهم لعبة على أعلى مستوى بس هي النقطة بس في الفترة الأخيرة أو من بداية الموسم أن حماس اللعبة والتموح بتاعهم مش زي الموسم اللي فات أو الموسم اللي قبل صحية وما شاء السنة دي كمان مع جوار ديولا برضو قوي جدا الأمور بالنسبة له هو طبعا في المتصدر البطولة 53 نقطة ليفربول في المركز الرابع دلوقتي رسيد 40 نقطة 13 نقطة في مبارتين للمانشستر سيد تقريبا ما همش يالفة يعني هو تقريبا 13 نقطة بالزبط يعني برضو خد بالك النقطة دي بتدي بصها في الدور الإنجليزي مفيش مستحيش صح صح بس نتكلف النقطة دي مفيش بصها مش عارف مين نكسابك ومين اللي أنت تكسابوك بس أنت خد بالك تدعمات ليفربول حتى مش مش على قد المستوى اللي أنت تقدر تكمل به طولة أو في طولة أوروبا أو في الدور الإنجليزي تحس إن في حالة من الغرور أو حالة من خلاص الشبع للعيبة يعني زي ما قلت لك فاروق إن فعلا بجد الطموح الموسم ده والروح اللي موجودة حتى جوه الملعب مش زي الموسم اللي فات أو الموسم اللي قبله الحماس تحس إن هو خلاص يعني تحس إن اللعبة بقت مريحة حتى أنا بتفرج مريحة المباراة ليفربول سهل جداً نوصل إلى الجون نتكلم بالزبط في سبع دقائق أو ثمان دقائق ثلاث أهداف بسهولة بشكل غير طبيعي بعدم تنظيم بحرس مرمى تحس إن هو عارف يعني أليسن لا 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 طب رأيك في صلاح يعني إن شاء الله هو متصدر الدوري صلاح مرافز صلاح مرافز هو حالة الدوري متصدر الهدفين بتفرق كتير أوي مع صلاح وحكيد طبعاً تحس إن هما الوحيدين اللي عندهم روح و يتحركوا شوي الباقي كله تحس إن بجد يعني حتى الأداء في الجمالي حتى جوه الملعب والتنظيم جوه الملعب ما بقاش موجود خلاص تحيص إن حتى يارجون كلاب ما بقاش يغير بجد يعني طريقة اللعبة مات محفوظة خلاص اللي هو نقل نقلتين في نص الملعب ويلعب على الجنبين واختراك محمد صلاح هو ده بالزبط يعني لو لاحزت كده هتلاقي هي دي الخطة اللي بيلعب عليها يارجون كلاب في آخر فترة وفتحفظت وفي نفس الوضع المدربين والفرقة المنافسة ليك أو الفرقة اللي بتلعبك خلاص حفظت طريقة اللعب ما بقاش فيه الإمكانيات اللي عندك اللي هو التجديد أو التطور حتى في الأداء لإنه خلاص الموضوع بقى معروف الاعتماد على صلاح وعلى فرمينيو وما نيه وما نيه يعني خلاص لو أنت أنا كمدرب لو قدرت أن أنا سيطر على التلات مهاجمين دول أو العناصر الأساسية اللي هم الخاطرين على فرقتي هادر خلاص يا سيطر عفري لأنك أنت عندك المعظم اللعيب في الملعب حتى التغييرات خد بالك بقت برضو نفس القصة ما بقاش عنده تجديد وتحس أن برضو في حالة كده موجودة في الملعب مش طبعية يعني ما فيش حتى ما فيش تاكتك التنظيم كله الملعب ناحية الدفاعية مش عايز أقولك بجد يعني سهلين جدا يعني ما فيش تنظيم مع حارس مرمى ما شاء الله تحس أنه وقف عالم تاني بجد يعني طيب خليني أخذك ليه طيب خليني أخذك ليه